نود أن نؤكد أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألن هي الرئيس الدولة حفظه الله قد غادر اليوم العاصمة باريس بعد زيارة دولة إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة استمرت يومين وجرت لسموه مراسمة وداعا رسمية في مطار أقلي حيث عزف أو عزف السلام الوطني لدولة الإمارات وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد التقى خلال زيارة فخامة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون وعددا من كبار المسؤولين الفرنسيين وبحث معهم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة إضافة إلى التشاور والتنسيق في القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك